ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته القرآن الكريم يعلمنا الأخلاق الفاضلة يعلمنا كيف نقيم مجتمعا طاهرا مجتمعا تنتشر فيه المحبة وينتشر فيه الخير وينتشر فيه التعمير والبناء ما زلنا مع صورة الحجرات ودروسها فيها عبر وآيات القرآن الكريم تعلمنا كل جميل يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم هذه الآية تنتشر في مجتمعنا كثيرا أي أننا نخالف هذه الآية كثير من الناس خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والأصل أن هذه الأشياء التي نتواصل بها نتواصل بها في الخير نتواصل بها في نشر الخير بين الناس نتواصل بها في نشر المحبة لا نجعلها سببا ووسيلة لأن نتفاضح أن يفضح الرجل أخا أو أن يفضح تفضح المرأة أختها للأسف صارت هذه الوسائل مع انتشارها سببا لنشر الفضائح ونشر الأسرار والتقاطع والتدابر بين أبناء الأمة الواحدة بل ربما بين أبناء العائلة الواحدة بل ربما بين أبناء الأب الواحد كل يستخدم تلك الوسائل ليصخر من أخيه ليستهزئ بالآخر والقرآن الكريم نهانا عن هذا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم السخرية قرينة للكبر السخرية والاستهزاء لا تنفك أبدا عن الكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا حديث تنخلع له القلوب عندما يعلم الإنسان أن الكبر في القلوب سبب في إبعاد الناس أو إبعاد صاحبه عن رحمة الله تبارك وتعالى في عدم دخول الجنة دخول الفائزين الأولين الفرحين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر السخرية والاستهزاء أخواني أو أختاني للكبر لذلك لا بد أن ننتبه لهذا الخلق الذي ينتشر بيننا السخرية أن تصخر من أخيك بأن تنتقص قدره وأن تحط من درجته بين الناس تذكره بما تجعل مكانته بين الناس متدنية هذه هي السخرية والقرآن الكريم بيّن أن السخرية عمل من أعمال الجاهلية عندما قال بني إسرائيل لسيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين انظر إلى رضي سيدنا موسى عليهم كأن السخرية والاستهزاء هي فعل من أفعال الجاهلين الذين لا يعلمون مقام الله ولا يعلمون عظمة الله ولا جلاله ولا يخافون من الله تبارك وتعالى لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم السيدة عائشة رضي الله عنها جلست مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما والحديث رواه الإمام أبو داود فقالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة أي ليست بالطويلة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لقد كلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها أي هذه الكلمة على نتنها ونتن ريحها لو خلطت بماء البحر لغيرت من رائحة هذا الماء انظروا إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى تصويره وكيف أن السخرية ربما تكون عند الله عظيمة ولكن الإنسان لا ينتبه جلس أبو ذر مع سيدنا بلال رضي الله عنهما فدار حوار بين أبي ذر رضي الله عنه وبين سيدنا بلال رضي الله عنه فقال أبو ذر يا ابن السوداء يقصد سيدنا بلال فشك بلال رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لأبي ذر يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية أيها المشاهدون الكرام السخرية والاستهزاء من أعمال الجاهلية ومن الأخلاق المذمومة التي لا ينبغي أن يتخلق بها المسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته